التاسع صباحا السابع بتوقيت جراناتش مجازن اخباري اتيكم من القاهرة اهلا بكم اكد الرئيس عبدالفتاح سيسي في كلمته امام القمة النظم الغذائي 2021 على همش اجتماعات الجماعية العامة للامم المتحدة ان تأسيس نظم غذائية مستدامة وتحقيق الامن الغذائي على رأس الاولويات خاصة في ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ كما اكد الرئيس سيسي ان خطر المجاعة لسيما في افريقيا يتطلب ايجاد حلول سريعة وفعالة معتبرا ان قمة نظم الغذاء فرصة لطرح افكار لتحديات الراهنة وتعزيز التعاون الدولي وحشد التمويل اللازمة وجه الرئيس السيسي بسرعة استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط ادارة النفايات على مستوى الجمهورية من خلال تفعيل المنظومة الجديدة لادارة المخلفات البلدية الصلبة باستخدام احدث الوسائل العلمية المطبقة عالميا اوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس السيسي وجه خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بمراعاة ان تكون المنظومة متكاملة الاركان بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الامن فضلا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في تعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان عودة العمالة المصرية للمشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية خطوة فاعلة نحو تحقيق التكامل العربية وخلال اجتماع بشأن تطورة ملف عودة العمالة المصرية الى ليبيا والعراق اكد رئيس الوزراء على ان عودة العمالة المصرية للمشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية دليل على ما تحظى به من مهارة ومكانة في دول الجوار عقد وزير الخارجية سامح شكر اجتماعا مع نظيريه القبرصي واليوناني استمرارا لتعاون المشترك من خلال آلية التعاون الثلاثية تم خلال الاجتماع تبحث حول دفع تعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك اعلنت وزارة الصحة تسجيل 722 حالة ايجابية جديدة بفيروس كورونا واحدى وثلاثين حالة وفاة واشار المتحدث الرسمي للوزارة الى خروج 569 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى اكثر من 252 الف حالة دعا الرئيس العراقي برهم صالح لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد الارهاب وفي كلمته امام الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك اكد صالح ان نجاح مساعي احلال السلام لن يتم من دون تمتع العراق بسيادته على كامل اراضيه واعادته لدوره المحوري في المنطقة موضحا ان هذا يستدعي دعما اقليميا ودوليا وانهاء تنافسات وصراعات الاخرين على الاراضي العراقية قالت وزارة الخارجية الامريكية ان الوزير انتني بلانكين اجتمع مع نظره الفرنسي جون ايف لادغيان في نيويورك ونقش خطط مشاورات ثنائية متعمقة بعد تفجر ازمة ديبلوماسية بين واشنطن وباريس بسبب صفقة غوصات مع استراليا الغت الاخيرة بسببها اتفاقا مع فرنسا وفضلت توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا اعتقلت السلطات الايطالية الرئيس السابق لحكومة اقليم كتالونيا الاسباني كارلس بوتشيمون المعروف بتنظيمه الاستفتاء حول انفصال الاقليم والمطلوب في اسبانيا بتهمة التحريض على التمرد واوضح محامي بوتشيمون ان موكله تم اعتقاله وعقب وصوله الى سردينيا بناء على مذكرة اعتقال اوروبية صادرة بحقه في الرابع والعشرين من اكتوبر عام 2019 لمزيد من الاخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا على طيب المتابعة حتى التقيكم على رأس الساعة من جديد